بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً مع حضراتكم جميعاً نهاردة كان فيه ضيف مهم موجود في القاهرة التقى الفريق محمد زاكي ثم التقى رئيس عبدالفتاح السيسي هو فريق أول مايكل كوريلا ده قائد القيادة المركزية الأمريكية النهاردة في مباحثاته مع الجانب المصري سواء الفريق أول محمد زاكي القائد العام أو سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى القاتل المسلحة كان لقاء بيعكس مدى عمق العلاقات المصرية الأمريكية على مستواها الاستراتيجي والعسكري والنهاردة الفريق مايكل كوريلا اتكلم بشكل واضح جدا وأنا هنقل نصا نصا ما قاله قال اعتماد أكد اعتماد بلاده على الدور المصري الفاعل والمحوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والنابع من الخبرة العريضة والفهم العميق للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لطبيعة الأوضاع والتحديات في تلك المنطقة الهامة من العالم الراجل بيقول أنه في اعتماد أمريكي على الدور المصري في الإقليم الإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليه؟ لحكتين خبرة مصر ووعي وفهم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجرايات الأمور الموجودة في هذه المنطقة طبعا السفير بسام راضي المتحدد باسم الرئاسة الجمهورية قال أن الرئيس رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية في أول زيارة لده كان مكان الجنرال ماكينزي ده أول ده تعين جديد مكانه تغيير تسليم وتسلم القيادة المركزية الأمريكية القوات الأمريكية وده أول زيارة ليه خارج أمريكا جه مصر وعنده جولة في المنطقة لكنه أول زيارة كانت لمصر نظراً ليه الأهمية العسكرية الجغرافية الاستراتيجية السياسية الأمعاد السياسية وقال أنه مصر وأمريكا شركاء في الحرب على الإرهاب وموجهة الهجمات الإرهابية وقدم عزاؤه للرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا العملية الإرهابية التي جرت في سيناء خلال الساعات القليلة الماضية ده كان مهم جداً جداً هذا الاجتماع وطبعاً كان سبق هذا الاجتماع لقاء الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لقائد القيادة المركزية الأمريكية واللقاء تناول موضوعات الأمن القومي ذات الاهتمام المشترك وسبل تعميق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية طبعاً النهاردة سيادة الرئيس وسط كل هذا الزخم وكل هذه المشكلات والتحديات التي تواجه العالم كله كبيره وصغيره غنيه وفقيره كل الناس النهاردة بيتحسسوا مواطئ أقدامهم أو مواضع أقدامهم وكله ماشي على أطراف أصابع العالم النهاردة من جراء الأزمات المتضافرة كورونا والجائحة ثم الحرب الأوكرانية الروسية والجائحة الاقتصادية المنبثقة منها ومشاكل سلاسل الإمداد ظلام بيخيم على العالم فالعالم بيسير على أطراف أصابعه العالم الآن بيسير على أطراف أصابعه في كتلة ضبابية لا يرى العالم موضع قدم فيش حد عارفها يروح فين اللا يقين بيسيطر على المشهد اللا يقين اللا رؤية اللا وضوح كل ده موجود لكن النهاردة ضمن الأخبار اللي ممكن تكونوا تابعتوها النهاردة الرئيس كان عامل اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار الاجتماع كان زي ما قال السفير بس سمراضي متابعة المشروعات اللي بتقوم بها الوزارة ووزارة الإسكان والحكومة في مشروع حياة كريمة حياة كريمة؟ المشروع اللي الرئيس والحكومة حطوا خطة انه يتم انتهاءه في ثلاثة سنوات يبدأ مرحلة أولى وبدأت بالفعل ويبدأ مرحلة تانية وفي معادها الرئيس قال هنبدأ المرحلة التانية في موعدها حتى لو لم تنتهي المرحلة الأولى نظرا للتغيرات الموجودة لكن المشروع سيكتمل مشروع حياة كريمة مش مشروع انتاجي ولا مشروع مشروع لتغيير واقع 50-60 مليون مواطن مصري في القرى المصرية وريف المصري لا يمكن اكون بدأت في مشروع صرف صحف قرية ووقفه لا يمكن ان ابدأ في مشروع مد المياه لقرية ووقفه لا يمكن ان انا ابدأ في مشروع لإقامة المباني الإدارية والحكومية في قرية وسكن كريم ووقفه لا يمكن لانه خطرة الدولة تغيير واقع 50% من سكانها ده عمل ضخم وعظيم هو الاكبر والاضخم على مستوى العالم مفيش دولة في المعمورة في الارض مفيش دولة من دول العالم قررت ان هي تتصدى لاخطاء موروسة تاريخيا وتغير من شكل 50% من سكانها و50% من سكانها المنتجين الفلاحين المزارعين اهل القرى اهل الريف دول هيتغير واقعهم خلال السنوات السنتين الثلاثة اللي جايين واحنا بدأنا بالفعل في المرحلة الاولى لكن الجائحة والحرب والتأثيرات الاقتصادية وغيره بتخلي اي حد حتى من ناس الحالمين خلينا اقول مش عايزة اقول استخدم الفاظ يعني تكون مؤلمة لكن خلينا اقول الناس حسن النية في ناس حسنة النية بتقول انه طالما في ازمة اقتصادية طب نوقف المشروعات القومية الكبرى ونوقف حياة كريمة يا سيدي سنة سنتين ثلاثة عشان نؤكل الناس طيب في موضوعنا كويس ان انا يعني كويس ان انا وصلت له واري بتكلم ماش يا سيدي انا معاك نوقف مشروع المشروعات الكبرى نأجله ونأجل استكمال العاصمة الادارية ونأجل استكمال حياة كريمة ونأجل الطرق المفتوحة ونأجل مش عارب ايه يا حضرتك اللي بيقول كده ولي بتقول كده رغم حسن نيته وفهمه المحدود وقفه الديق وضحالة تفكيره مش عايزة بس بقول انه اللي بيقولك مش فاهم اللي بيطرح هذا الطرح بالتأكيد ينقصه معلومات اول هذه المعلومات بقوله حضرتك هتأكل الناس اللي بيشتغلوا في هذه المشروعات من ايه هتجيب لهم دخل من ايه عندنا مشروعات بتشغل خمسة ستة سبعة عشرة مليون مواطن مصر شركات المؤولات وشركات الطرق شركات الكباري شركات اللي بتعمل عملية البطين الطرع والقنوات شركات اللي شغالة في العاصمة الادراك جديدة من كل القوة العاملة اللي شغالة في المشروعات دي هيروحوا فين ما كل واحد بيبص نفسه يا جماعة ما هو مشكلتنا ان احنا ما بننظرش نظرة شاملة للامور كل واحد فينا بيبص بس لنفسه قاعد انا في التكييف بروأ وقول يا جماعة طب ما اوقفوا المشروعات دي شوية لغا تبما الازمة تعدى والله الازمة مش هتعدد وقت هتقعد لها سنة ايه تلاتة هنعمل ايه طب انت عايز تعيش وعايز ان احنا نجيب الفلوس اللي بنصرفها على هذه المشروعات ونفرقها على الناس طب يلا نعمل هذا الكلام ولنكن ولنكن اغبياء نعمل هذا الكلام يلا مش هنعمل نقف كل المشروعات خلاص وقفوا كل المشروعات والشركات تقفل تسرح العمال العمال اللي نقعدوا على الاهوة هندون فلوس هيروح نشتري ايه مش اللي حاجة نشتري ايه ده اللي اسم التضخم ده اللي انت عايزه احنا في اسوأ ظروفنا ايام كورونا انا فكر كواس جدا الرئيس قال مقدر شقفل لانه لو قفلت الناس دي هتعيش ازاي اللي مش هيموت من كورونا هيموت من الجوع احنا عايزين نعايش الناس دلوقت الاصوات اللي بتقول علينا ان نؤجل المشروعات القومية او المشروعات المفتوحة او حياة كريمة لحين مرور سحابة الازمة الاقتصادية بقوله اولا هي مش سحابة ده موسم سحب سحب كثيفة قاتمة كاتمة فالموضوع المطور طب هنقعد سكتين بنحط ايدنا على خدنا ونعاية لأ بنعافر وبنشتغل وبنفكر وبنقول في ظل الازمة ان شاء الله نحول هذه التحديات الى فرص لكن يلا نفكر صح قبل ما تقول لي اي شركة اي مشروع هتوقفه تقول لي عشان وفر فلوسه هقول لك عماله ومهندسيه والناس اللي بيشتغلوا مباشر وغير مباشر هيكلوا منين هيجيبوا المعايش بتاعتهم منين هيجيبوا مصاريف عيالهم منين انت عايز تقفل عايز تقفل عشان كورونا ساعتها عشان محدش يمشي في الشارع عشان العدوة كويس كلام شكله لطيف لو احنا دولة غنية وعندنا تروس كتير نقدر نقعد الناس زي الدولة الغربية كانت ونصرف عليهم ونجبلهم كل حاجة من بره لكن كمان دلوقتي ما ديش حاجة بتيجي من بره سلاسل الامداد واقفة حرب الاوكرانية الروسية قضت على ما تبقى من حرية مروره وعبوره الى اخره الصين قفلت شنغهاج بتقفل بكين يعني بتصدر وبتصنع تضخم في العالم دون ان يدري الناس ايه اللي بيحصل لذلك النهاردة لما شفت الرئيس ده الشاهد يعني قاعد مع الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عاصم الجزار وبيتابع وبشوف هنكمل ايه ونعمل ايه ورايحين فين وبسرعة ونقلص والالتزام بالجداول الزمنية ده اداني ثقة انا شخصيا فيما انظر اليه انا انظر الى الصورة من اعلى نقطة بتليسكوب كبير لكي ارى كل المكونات لو انا وقفت حياة كريمة كام مقاول وكام شركة وكام مهندس وكام عامل وكام مصنع وكام وسيط وكام تاجر كل دول شغالين على حياة كريمة عشان ياخدوا دخل هذا الدخل بياخدوه بيصرفوه وفي لبس بيشغل بتاع الاكل واللبس والشرب وبتاع الاكل واللبس والشرب بياخد فلوس يجب بها خامات بيشغل بها بتاع الخامات الاقتصاد بيشتغل لا يتوقف لا يصب بسكتة اقتصادية ولا نصل الى الركود ولا نصل الى الكساد زي ما كان ريجين وكارتر بيتنابزوا يقول له ايه الركود و ايه الكساد فكارتر قال له قال لي ريجين انه اللي انت فيه ده كساد قال له لا خلينا نعرف ايه الركود و قلتك الركود ان جاهرك يفقد وظيفته يعني انت قاعد شغال بس انت شايف ناس كتير قاعدة في البيت او انت ما وصبتش بكورونا بس شايف ناس كتير عندها كورونا ده اسمه الركود انا شغال بس اللي حوليها كلهم قاعدين فالوضع صعب برضو بالنسبة لي مش هستفيد قوي الكساد بقى ان انت كمان تقعد البيت ده الدنيا تشلت الركود و الكساد لما يلحق بهم التضخم يعني تفعل اسعار لا في شغل ولا في مشغلة ولا في دخل ولا في فلوس وكمان الاسعار غالي يعني مفيش حد بيشتري بس اسعار غالي ليه لانه مفيش معروض ليه لانه مفيش حد بيشتغل ليه لانه الحالة كلها في العالم كله متوقفة بالتالي احنا امام منعطف تاريخي حقيقي هو ايه كل دولة بقى خلاص راحت السكرة وجاءت الفكرة ايه هنفكر ازاي دبرني يا وزير لا الوزير مش هيدبر كلنا مع بعض ندبر ندبر نقول هنعمل ايه دي بلدنا عندنا امكانياتنا اللي موجودة البشرية هائلة عندنا امكانياتنا من المياه موجودة عندنا مية البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر وتمان تسع بحيرات طبيعية ونهر النيل وعندنا صحرة عندنا شمس ساطعة قدر اولد طاقة شمسية وطاقة رياح وقدر اعمل وقدر ازرع كل ده قدر اعمله اه اقدر اعمله اقدر اصنع احنا بنستورد من بره كل شيء نتوقف شوية عن ادمان الاستراض من الخارج مش اخلاقيات لا والله ادي ادي الله ودي حكمته لو عند عملة صعبة اجب بها استك فلوس ولا عملة صعبة اجب بها مشروبات روحية ولا عملة صعبة اجب بها شوكولاتة سوداء ولا عندي عملة صعبة اجب بها حاجات بيقسم دي خلاص ادي بنقصه بنقص الكلام ده بنقصه اللي عايز يجيبه م muchís فاكتر معانا تيجي نصنعه عن ده القلام دي اللي موجودة الألم اللي بكتب بيديه مستورد طب تيجي نصنعه عن دين الألم الرصاص اللي بديك تبين مستوى طب تيجي نصنعه الفرصة الذهبية المتاحة للمصنعين المصريين غير مسبوقة ولم تتكرر يلا اللي عنده عقلية استيراضية عقلية تصنعية يخش يشتغل والدولة المفروض تسلك بقى الدولة تسلك المسارات تفتح المسارات والأبواب والنوافذ والشبابيك والعقول أيضا يلا نغير أفكارنا عشان نبقى دولة صناعية لنا بصمة لنا شكل دولة زراعية بحق عندنا خبرات متركمة من ملايين السنين في الزراعة وعندنا خبرات في الصناعة نقدر نوطن الصناعة ونعمق الصناعة ونكتفي ذاتيا من حاجات كتير جدا والدولة بدأت بالفعل في بعض المشروعات بجيب المستورد والرجل المنتج اللي برا وقال لهم تعالوا عملوا نفس الصناعة ونشارك مع بعض إحنا ممكن زي ما قال الدكتور زياد بهاء الدين مبارح في المصر اليوم وأنا أول مبارح وأنا أطلوكم المقال وكثير من الخبراء الحقيقة أتكلموا قالوا إن إحنا أمامنا فرصة تاريخية لتحويل التحديات الموجودة إلى فرص أقدر أبدأ في جذب استثمارات منبرأ بجد مش كلام وأقدر زي مبارح كان في الحلقة كان بيتكلم حد من الضيوف بيقول لي يا عم انت عمال تقول لي استثمارات الخارجية الخارجية طب ما تركز الأول على الداخلية يعني الأول دلل دلع المستثمر المحلي عشان يجيب هو المستثمر الأجنبي أو يجي على حسه صحيح كلامه صحيح مش شاكل كمين اللي كان برا معاه صحيح هذا الكلام يعني كلنا الأول نشوف مشاكل المصنعين والمستثمرين والناس اللي فعلا صادقين عندهم عايزين تحركوا عند نسيولة في البنوك البنوك عايزة تديه قروض لمشروعات إنتاجية وصناعية وتجارية لكن عايزة تكون فيه دراسات جدوى مظبوطة والناس عايزين يخش وشتغل طب ما تيلا بينا دلوقتي فرصة ذهبية نادرة لن تتكرر لكي يكون لدينا قاعدة صناعية نوطنها بحق ونعمقها بحق ونبقى دولة تعتمد على نفسها في القدر الأكبر مما مستلزمتها ومن أكلها ومن شربها أبدل ما باستولد من بره 60-70% من الأكل أقلل هذا وأبدأ أعتمد على نفسي بقول تاني إنه الآزمات الاقتصادية العالمية آزمات كانت طاحنة خلت في وشها الأخضر واليابس أخدوا بالكو الآزمات الاقتصادية دايما مش بس الفقراء اللي بيتهرسوا تحت عجلات الآزمات الاقتصادية تحت عجلات الآزمات الاقتصادية بيتم دهس وهرس الغني والفقير أخد بالك إحنا في مجتمع أقولك إيه يا عم خليكو بس أهم حاجة دولة الثقير اللي مش لاقي لكن انت العمال تدي دعم للرجال الأعمال والمصانع والتجار يا أخي الناس الغلابة اللي مش لياك يا سيدي افهم ما هو الراجل راجل الأعمال والمستثمر والمصنع والتاجر هو اللي مش يغل الناس الطقارة يعني هو عنده مصنع انت عايز نقفلهله طيب لو قفله هيمشي العمال هنعيش ازاي لازم الأول فكر بغيرك بص على الصورة كاملة ما تبصش تحت رجليك من فضلك ما تبصش تحت رجليك كلام اللي بقوله ما بقولش نظريات اقتصادية تأني وبقولش نظرات سياسية وما بدفعش عن قرار موجود أنا بقول انه الآن لحظة المواجهة مع النفس نعيش الآن لحظات صعبة وعنيفة وعميقة لابد فيها من موجهة الزات اقدر اعمل ايه لازم اعمله التحديات اللي قدامي ايه لازم احاولها لفرص الموضوع مش دعوة اخلاقية مش قضية وعز مش خطبة جمعة الموضوع حياة او موت كن او لا تكون النهاردة لما لاقي اصوات النهاردة بتتكلم على انه المشروعات الكبرى يجب ان تتوقف لحين مرور قطار الازمة الاقتصادية واحد تاني يقول لك يلا الاولويات عايزين نشوف الاول ناكل الاول ولا نعمل طريق الاول اقول له حضرتك والله من تفاهم لا فاهم بتاكل ايه ولا فاهم بتشرب اللي بقول كده يعني لانه الامر لو لم يكن هناك طريقا ممهدا لن يأتي المستثمر لن يبنى المصنع لن يكون هناك فرص عمل الفقير سيزداده فقرا ويقف في طابور المتسولين احنا في هذا التوقيت الصعب وانا بقول صعب لاني اعلم جيدا وادق تفاصيل الازمة الاقتصادية من الخارج الازمة اللي احنا بنعيشها ازمة وارد من الخارج الازمة اللي بيعيشها العالم كلها لا يتحكم فيها الدول الناشئة اللي زينا اصلا احنا بنطلقى صفعات وصدمات وبنحاول نمتص اصار هذه الصدمات وفقط احنا فجأة الاقي الناس ناس كتير جدا يقولك لما لي يعني الازمة دي ظهرت يعني والازمة الاقتصادية والسعر الدولار سعر الفايدة والواردات والاسعار ومش عارف ايه فهو متخيل انه ده مشكلة محلية هو مشكلة محلية ومشكلة مصر وكذا وغيره وهو متخيل انه مصطفى مدبولي معاه عصر سحرية عشان الحكومة فبالتالي لو ما عملش الكلام ده نغيره نجيب رئيس زراء تاني لا يا عم احنا نمشي محمد معيد نجيب محمد معيد تاني لا نمشي هلا السعيد نجيب على السعيد تاني القصة مش قصة اشخاص القصة قصة امكانات دولة وظروف ومستجدات ومتغيرات الناس شغالين طب بس نفهم الموضوع ايه والمطلوب نغير يتغير ها يتغير مطلوب نغير سياسة نغير كذا لانه الامر الحاصل دوقتي ليس نتيجة وانه ده خلافي مع ناس كتيرين ليس نتيجة اخطاء في السياسات الاقتصادية وانما ده مش تجدات حصلت انت ماشي في طريقك حصل حادثة في الطريق يعني مش بايدك حصل صاعقة حصل اعصار حصل ازمة جوية الموضوع مش في ايد حد لكن هل احنا قادرين على المجابهة والمواجهة اه هل عندنا امكانيات اه هل الناس اللي موجودين بيشتغلوا قادرين اه قادرين اللي مشي قادر هيمشي يعني خليني بس اقول انه فك دماغك عن انه ترمي الشماعة على حاج اللي احنا فيه كل العالم فيه وانا اجبتلكم كل العالم فيه في بريطانيا الراجل بيقول لهم انا اجيب لكم من ايه مش اقدر ساعتكم في امريكا قال لهم انا ما عندش عاصل سحرية في المانيا قال لهم خزينه طعا اكل في كل الدول حتى الدول المنتجة البترول اشققنا في الخليج معالين اسعار الغاز والبترول والحاجات العالم كله التضخم في امريكا ما حصلش من 40-50 سنة تضخم ارتفاع الاسعار الصين بتضغط على امريكا وقفت تصدير تماما خلال الفترة الماضية العالم فيه حرب العالم فيه حرب سياسية حرب استراتيجية حرب اقتصادية فالوقت اللي احنا فيه وقت محتاج حوار اقتصاد والله يعني فيه دعوة الرئيس قالها يوم يوم العيد او يوم الفتار الأسرة المصرية قال دعوة للحوار السياسي لإجراء حوار سياسي بين كل قطيب البلد الحوار السياسي جزء منه حوار اقتصاد المفروض الوقت اللي احنا فيه كل تكتل سياسي بقى ولا حزبي ولا غيره المفروض يتطع بقى يوريني شطرته ويقول لي قادروا شتها من وجهة نظري المشاكل بتاعتنا بسيكون عارف يقرأ حتى يخلي الناس اعضاءه يقرؤ يقرأ يشوف الناتج المحل اجمالي بتاعك انا بسأل عندي ناس سياسين كتير انا 900 نائب في البرلمان ومجل الشيوخ وعندي احزاب متهزب وعندي 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 ناس وعندي خلينا نقرأ خلينا نقف على حقيقة الوضع الناتج المحل الاجمالي بتاعك كام الدخل بتاعك المصرفات بتاعك كام النفقات بتاعك كام الزيادة السكانية بتاعك كام وبتأثر ازاي بستور كام بصدر بكام الارقام دي قالت بيها اي حد مش كلم في السياسة السياسة جماعة مش معناها حرية التعبير وحرية الانتقاد وحرية التظاهر وحرية كذا حرية كذا دي مش سياسة بس ده جزء مهم لكن الاهم منه انت بقى فاهم كل ما يدور حولك ارغيف العيش سياسة الصرف الصح سياسة توصيل الميا سياسة يا جماعة احنا عايزين نصل الى عملية فهم وعي بما يجري والارقام والمعلومات متاحة اللي بيقول لي ما عنديش معلومات وارقام بقول له حضرتك كسلان اللي يقول لي ما عنديش معلومات وارقام بقول له حضرتك كسلان دور ابحث اقرأ اشتغل افهم علشان لما تتكلم تتكلم صح هو ده اللي احنا منقوله فانا رضي على دعاة تأجيل استكمال المشروعات القومية وحياة كريمة اسمط فصمتك صمقة اسكت انت مش فاهم قولا وحدا ده مش فاهم تماما لكن قبل ما تفكر في نفسك تفكر في غيرك النهاردة وانا بتكلم على الدعوة للرئيس وجهها للقوة السياسية كل الناس والرئيس انا فاكر الدعوة دي اكتر من 3 ا4 مرات قالها الرئيس في افتتاح المجمع الغذائي في مدينة السادات وقالها في افتتاح بعض المشروعات في منطقة ابو رواش وقالها في اثناء افتتاح المشروعات ازراعية والحصاد في تشكا وقالها يوم افطار وقالها في مدينة السادات افتتاح المجمع الغذائيس انا شخصيا سمعت السادات الرئيس وهو بيدعو للحوار السياسي والرأي الاخر وترحيبه بالرأي الاخر وترحيبه ممن يملك رأي معارض وترحيبه بكل هذه الاراء اكتر من مرة لكن الدعوة كانت صريحة وواضحة ومحددة في افتار الاسرة المصرية نقعد هدو وكلف الرئيس منتدى شباب العالم وقدارته انهم يبدأوا يركزوا ويرتبوا هذا الامر وكانت بدايات القصة دعوة كل الاطياف من الاصحاب الصوت المختلف او الرأي المختلف لإفتار الاسرة المصرية كان تقليد رائع جدا وكان نال استحسان واستملاح الجميع لهذا الامر وتمخض عن هذه الدعوة اعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وضموا اليها اتنين من المعارضين لكي يكون هناك نوع من الشفافية والتوازن الاخير وبدأت اللجنة اشتغل كان معنا اتنين منهم برح في البرنامج والناس شرحوا ان الموضوع معقد الى حد كبير لانه محتاج اجراءات لانه دي احكام وبنشوف كذا وكذا وكذا والرئيس دعوته دعوة واضحة ونبيلة وشريفة وغير غير مسياسة بشكل مغرق في السياسة دون فلسفة ودون يعني خروجة على الاطار العام كل الناس اللي عايز يجي يتحاور حوار سياسي يليق بالمرحلة احنا فيها يجي بس خلينا الاول بقى اقول كلمتين كده ايه عشان مفيش حاجة تحشك بزور يعني دعوة الدولة للحوار على لسان رئيس الدولة في هذا التوقيت ليه سؤال نفس ليه دلوقتي اش معنى دلوقتي في دعوة للحوار السياسي بقول سريعا هذه الدعوة كانت موجودة منذ فترة طويلة جدا ومكررة ربما هذه المرة كانت اكتر وضوحا للرئيس عبدالفتاح السيسي ليه لانه الدولة اللي بدأت في مرحلة اعادة بناء نفسها بنفسها وبسواعد ابناءها من 8 سنين مشى في طريق عدنا في محطة الارهاب والحمد لله عدنا منها بنجاح وعدنا من محطة اعادة ترشيد الدعم في قراط كانت مؤلمة ومريرة ونجحنا عدنا في محطة الاصلاح الهيكالي للاقتصاد ونجحنا عدنا في مرحلة اعادة بناء الدولة والبنية التحتية ونجحنا عدنا في مرحلة الاعتماد على الذات وزيادة التصدير ونجحنا وصلنا الان الى مرحلة او محطات الاصلاح الحقوقي والسياسي وبدأنا في اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وبدأنا في تغيير فكر ومنهج وشكل السجون المصرية واصبحت دور للرعاية الاجتماعية وشفناها ولا يزايد علينا احد فيها هذه الدور بتناظر مثيلاتها في اوروبا وامريكا كان احنا ماشيين خطوات مرسومة محطات وصلنا الى محطة اعادة البنيان السياسي تشكيل البنية التحتية السياسية فتح الافق اللي كانت مأمولة نظريا عمرها ما تحققت لان احنا وصلنا لمحطة هذه المحطة نقدر نقول فيها محطة الحوار السياسي ده تطور طبيعي بالمناسبة ما كانش ينفع ان انا اعمل كل حاجة في وقت واحد لكن فيه حاجات بابني عشان اكمل بنيان بعمل بنية تحتية عشان ابني مصنع بعمل اطار للحقوق الانسان والوثيقة الحقوقية والاستراتيجية الحقوقية عشان ابدأ اتفرع منها اعمل كذا وكذا 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 خلاصة ما اردت ان اقوله انه طلب او اطلاق فكرة الحوار السياسي الان هذا اوانه وهذا وقته لانه قطار اعادة بناء الدولة وصل الان الى محطة الاصلاح السياسي او اعادة البناء السياسي او استكمال البنية التحتية السياسية هو ده الوقت بتاعها وقت بناء الدولة جاي كده انت مش ممكن هتبني وتسقف الدور الثالث قبل الدور الاول عشان بس الناس اللي بتتفلسف والناس اللي بتحاول تزيف الحقائق هو ليه دلوقتي هو علشان تي ازمة اقتصادية روح نقوم مع السياسيين هو السياسيين بفهم محاجف الاقتصاد هم الناس اللي بتتكلموا دول انا بما فيه من احزاب ونقابات ومحليات كل دي اطر سياسية موجودة عايزين نربي كوادر سياسي نطلع كوادر سياسي حرك سياسي شغل سياسي نستتكلم علشان خاطر نقدر نوصل لجماهير ونسد فراغات كانت موجودة تسلل فيها بليل جماعة ارهابية واصلت في حكم مصر عايزين نقفل التغارات بالتالي دعوة الرئيس للقوة والتكتلات والاحزاب والنقابات والمفكرين والمثقفين والإعلاميين وان كل من يحمل رأيا وفكرا تفضل قول رأيك وفكرك لمين لدولتك في مكان ومجال يليق بالأراء والرأي الآخر مهما كانت هذه الأراء دي الفكرة عامة يعني هذه الفكرة العامة لدعوة الرئيس للحوار السياسي والحوار السياسي حوار المفروض ممتد مش موسم ده شغال خلاص بدأنا فيه نتكلم ونوصل لوثيقة نوصل لاتفاق نوصل لكذا نوصل لكذا نوصل لشكل هو ده الحوار السياسي عندي أحزاب عايزة فاعل الأحزاب في الشارع الأحزاب توصل لتدول السلطة عايزين نقابات تتكلم على حقوق الأعضاء النقابات عايزين انتخابات محليات تطلع تشوف القضايا المحلية عايزين نتحرك في هذه الأطر وفي هذه الاتجاهات بحدش يقدر أقول هذا الكلام مش صحيح أما وإنه البعض دلوقتي بيحاول يختزل الإصلاح السياسي أو الحوار السياسي فيه إنه حوار بين أحزاب غلط إنه حوار بين دولة مسلطة ومعارضة غلط إنه حوار علشان الحقوقيين والمساجين يطلعوا غلط إنه حوار موجود لتجميل صورة الدولة غلط إنه حوار موجود لإيصار رسائل الخارج غلط كل ده غلط كل ده هبل كل ده نوع من استباق الأحداث وكل ده نوع من تحليل وربط مخل من الواقع القصة ليست قصة النحوار عشان نجيب الأحزاب او نجيب المعارضة تكلم مع السلطة الحاكمة او نجيب ناس حقوقيين لا كل ده موجودين في الحوار لكن الحوار أشمل وأعمق وأكبر حوار مستقبل هذه الأمة مستقبل هذه الدولة مستقبل هذه الأجيال الموضوع مش صراع سياسي الموضوع مش كعكة وعايزين نقسمها مش ترطايا وعايزين نقسمها مصر مش ترطا عايزين نقسمها بين معارضة وبين سلطة مصر أكبر من أنك تنظر إليها على أنها قطعة كيك عايزين نقسمها ونقطعها مصر أكبر وأعمق وعصية على ذلك بقول كل واحد من المنط بهم أن هم يشاركوا في الحوار السياسي ارتقوا ارتقوا القاع مزدحم ارتقوا لأعلى نقطة كل واحد يتجرد ويسمو ليه لأنه البلد عايزة كل فكر مجرد كل فكر صادق كل فكر نبيل كل فكر رواعي البلد نحتاجة كل الناس نقعد مع بعض ونتكلم ونسمع بعض وما يتفق عليه الجميع أكيد صح الدولة ليست في خصومها مع أحد أبنها الدولة ليست في خصومها مع أحد الدولة بتدور الزوايا حتى مع عدها من الدول الأخرى فبالتالي الأولى أبنائها لو فيه حد من أبناء الدولة غطبان زعلان واخد على خطره معمول غيره بيعمل ماشي خلينا بس شرط الناس تفهم أنت لو تفهم أنا قاعد مكاني بعمل إيه حط نفسك مكاني بالتأكيد هتفهم وانا نفسي الخلام خلينا نفهم بعض نسمع بعض نعذر بعض ندي الفرصة أنه نسمع بعض مش نرد على بعض ونغلب بعض مش هي مش صراع سياسي لأنه احنا في مرحلة أي متصارع مع أي أحد لتحقيق مكاسب بيانين الحقيقة همتكلم عن الحوار سياسي مبارح عملنا حلقة في المشهد معانا تمانية من الضيوف ومنهم اتنين من المعارضين استمع أنا وشوف ناو كلام رائع جدا نسا ما تقعد مع بعض بنفهم بعض لكن تقعد في غرفة مغلاقة وتقعد طلع بيانات وتتشرط يبقى أنت لما أخزعني مش ناوي خير أو مش عايز أنت عايز تستمر كده في حتة عشان تحقق مكاسب معينة بقولك أنه الدعوة مفتوحة دون شروط أو مشروطية لأن لو أنت حطيت شرط أنت مين عشان تقعد شرط على الدول أنت مين عشان تقعد شرط على الدول لكن فكرة النواية الحسنة إحنا لما يكون في مشكلة يقول لك اعمل لي دي الأول ودي الأول عشان أجاعد معاك بناء عنك ما جيت هقول لك إيه وبعدين لما إحنا أو أعمل لك اللي إنت عايزه قبل ما أعد معاك وما إنا قاعدين ليه هنتصور هي مزايدة سياسية أو ليه نحن بنقوم عشان نحل المشاكل أقول لك أنا عملت كده ليه تفهمني أفهمك نوصل لأن السياسة تحقيق الممكن لكن أنا اللي تشرت على الدولة ويععم نفس أنه هو يعني أنه هو يعني الدولة وغدا تخطه على لا على الإطلاق ما فيش حد أكبر من الدولة ما فيش حد يليه دراع الدولة الدولة دعوة صادقة نبيلة صريحة واضحة وانتوا عارفين وكل ناس كل الناس اللي قبلتها في الحجرات المغلاقة والمفتوحة وغيره ومعارضين ومشارسين وغيره يقول لك إحنا نثق في هذا الرجل ثقة عمياء هذا الرجل صادق هذا الرجل آه عم المتفقين دي أرضين نتكلم عليه يلا تعالى شوف الرئيس بيقول لو عندك فكر قوله حتى لو مختلف نعيها قوله يا سيدي نسمعه بس من غير أنا آسف فقا هو عشان أقول رأيي أنا ضد الدول ضد نظام الحاجة أنا ضد الرئيس ما يقول يا سيدي برحتك يا عمي ما ياشي يقول هو ما ينفعش تقول رأيك بأدب يا إبراهيم ما ينفعش تقول رأيك بأدب لا يعني أنا بأتكلم يعني أنا أنا أتناقش بجد مع الزميل يقول هو لازم يا جماعة أي حد يبقى معارض لازم يعني صفة معارض دي يبقى لازم اللغة بتاعته والمفردات بتاعته والعبارات بتاعته يكون فيها قدر كبير من الخروج على الأداب أنا آسف يعني ومتكلم بقى على يعني خلي البسط أحمدي الناس عمليتكلموا هنا بيقولوا إيه الحركة المدنية الديمقراطية الحركة المدنية الديمقراطية تعلن شروطها لقبول دعوة السيسي للحوار السياسي الحركة المدنية الديمقراطية أصلاً الدولة أنا بكلمه وفهمي أنا كأحد مواطني هذه الدولة بقول أنقى بنفسي أنه الدولة حد تشرط عليها من أبنائها تشرط إيه ما حدش تشرط يا جماعة أنت تزايد داخلياً أنت عاست حق مكاسب دقيقة يعني إيه تشرط يعني إيه شروط فتنة المشروطية دي طلقوها من دماغكم بلاش مشروطية لأنه ده غلط تعالوا شوفوا مين الأسماء سبع أسماء من ناس المعارضين بيقولوا أنه إحنا عايزين يعني بيقولوا كلام يعني أنا أتفق مع بعضه أرفض بعضه وأنا حر في رأيي سريعاً يعني بيتكلمه وقولك يجب أن يجري الحوار في جميع الجلسات والمحاور عرض من تساوي بين السلطة والمعارضة يعني هم شايفين أن الحوار السياسي اللي زدع إليه الرئيس بين السلطة والمعارضة بقولك غلط أنت مش فاهم دي مش حوار بين سلطة والمعارضة ولا حوار بين أحزاب ولا حوار بين حقوقيين ده حوار سياسي شامل راقي للدولة ومستقبلها بيقولك أهو عدد الناس اللي من السلطة قد عدد الناس من المعارضة نعم يا أخويا أنا بكلم بيعني ليه ليه أنا بكلم بعمرت إيه والنبي بعمرت إيه أنت يعني دخلت الانتخابات ومصر كلها داتك صوتها يعني معارضة يعني انت فاتت في انتخابات يا أخي يا أخي يعني عزا فهم أنا بكلم كمواطر لا أمثل أحد لا أمثل الدولة ولا أمثل أحد أجمعتها بقول بشكل واضح وبشكل دقيق مين اللي يفرض شروطه على الدول إيه الكلام الفارغ إنه قل لك أنا عايز عدد الناس اللي من السلطة زي عدد ناس من المعارضة معارضة إيه يا سيد معارضة إنت عندها عايز إنت دخلت خت خمسين في المية من أصوات الناخبين ومقاعد برلمانية عشان تقول لي تتشرط مين هم الأسماء الأخ أحمد طنطاو صوت في الانتخابات متحد إزا معرفش ناجح والله صوت معرفش أكمل أرطان علاء الخيام محمد رفعت الهام عيدروس أنا باحترمهم كلهم يعني احترم إنساني لكن بختلف معهم كلهم سياسي وباقول تاني أنتوا وكلكوا السبعة اللي عاملين بيان بيقولوا الحركة المدنية الديموقراطية تعلن شروطها لقبول دعوة السيسي لحوار سياسي عاملين شوية شروط اقتراحات وشروط وكذا وكذا أعتقد إنه الكلام كلمة شروط أصلا كل ما بتقفل الباب السياسي أقول لك لا مش قاعد معاك بما تعمل اللي أنا عايز طلع لي بقى فلان وفلان 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 ايه يا عامل في ايه وعمل لي كذا وكذا 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 وديني بقى حتة من التحكة دي لا حتة من ايه يا عامل وانتو السياسيين دي سياسة دي سياسة دي ولا ايه دي سياسة جديدة مع رسمها داشة ولا قردها بكتب ايه هو اللي بيحصل انا مستاء جدا على مستاء شخصي انا محمل بتفاؤل شديد والله لانه ينجح هذا الحوار وفيه عقلقة في البلد كتير جدا لكن لما لايك كده همضين يا عامل انت بتزايد يا عامل انتو بتعمله الحوار دا هو الكلام دا المين يعني انت بتوصل رسالة دا المين للدولة يعني انت بيضع تجواب للدولة اه مظروف يا دولة وانا بيعمله كذا كذا انا هسدقك سعيدة لكن لا دا عامل بيان وانشره في الصحف ليه عايز يوصل للناس اللي بيسقفونه مربو عليك اه ضغط عليهم تمام ايوة ازدق بقى الدولة ما بتزنقش الدولة ما بتزنقش ما فيش حد بيينو دراع الدولة ايا كان ايا كان ليه لان الدولة دي مكوناتها احنا كبشر احنا كمواطنين الاغلبية مع الدولة بقول تاني انت ليه حق اتعارض عارض بادب وفقا للقانون والدستور وعدم الخروج على الاداب العامة واعمل اللي انت عايزه لاتي ما بتزنقش تشرت يا اخي واي حوار المفروض اي حوار يكون فيه قدر من الكياسة واللياقة واللباقة وانحنا في وقت ازمة وقت الازمة ده كمان المفروض مبارح ناسي بتكلم انه الازمة الاقتصادية المفروض بقى مش وقته الحوار السياسي عملاء الرهابية مش وقته الحوار السياسي والرئيس والدولة مصرر الحوار السياسي التقطوا هذه الفرصة بقول تاني دي فرصة والله لان الرئيس صادق صادق في هذه الدعوة عايز اسمع الناس بجد وعايز يشوف طلعه حلول يلا يلا كلنا نفكر ونشتغل يلا من غير ابطاء نبدأ باها ندلعي باها ونقول لأ white والنبي الاول عمينلي كزا لأ شغاللي التكييف عليي درجة التكييف لا والنبي كزا لا والنبي عايز اه مش عارف ايه عشان ايه هعمل في ايه ايه هو احنا هو احنا قاعدين في مم دي دولة وناس مليون واضمات اقتصادية وعندي بلاوي دي جادي الديني شروط تعال تشوف بالمرة تسع منظمات حقوقية تمن منظمات حقوقية بيقولوا مقترح بمعايير ده مقترح بمعايير وضوابط الإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر ده عاملين مقترح بقولوا ضوابط حاكمة عدلة شفافية شمول استعجال منطقة العامة اللي يكون كله معايير وأولوات الإفراج الناس كبرت سنة ومش حالف إيه ومش حالف حاجات وبعد يتكلم على خضاء الناشر وبتكلم على الحبس الاحتياطي وبعدين جيت في الآخر بقول لك قاليت اختيار المفرج عنهم وبتكلم على اللجنة وفي الآخر لقيت إيه الجماعة الماضين على لقيت منهم المبادرة بصلحة وقال إنسان حسن بهجت ومركز النديم ومؤسسة حرية الفكر ومش حالف إيه مركز القرنة سيقول إنسان بهجت دين حسن هو بهجت دين حسن ما يلو بكس بهجت دين حسن خاين بهجت دين حسن في تقديري غير مدعو لأي حوار لأنه خاين للدولة المصرية مش كلام بقوله إنشاء ده واحد كتب مذكرة ورعا عمل شكوة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن في بلده الراجل ما بيفوتش فرصة غير ما يطعن في بلده ما ينفعش يا جامعة تحور معاه ده ده معرفش مين ومبادرة الحرية بتاعات مين يا براهيم يعني مبادرة الحرية محمد صلاح سلطان الإخواني إحنا دعمش مع إخوان يا جماعة على الإطلاق ما فيهاش إخوان وملاهاش إخوان على الإطلاق لا بالسلب ولا بالموجب عشان الناس تبقى فاهمة بس اللي بيحصل إيه وصلت الدولة إلى محطة الحوار السياسي فدع الرئيس إلى حوار سياسي شامل وجاد وحقيقي تحت إشرافه بالتالي فرصة للجميع إن هو ينضوي تحت هذه المظلة ويروح يتحاور سياسيا علشان نفتح المجال العام ويبقى عندنا أحزاب ونقابات ومحليات إلى آخره والمساجين يطلعوا يطلعوا كلهم يا سيدي طالما لم يمارس عنفا ولم يرتكب جريمة ما عنديش مشكلة لكن إنت بقى تدقى تحطني شروط وتجيب لي 7-8 منظمات من بره منهم بقى يدين حسد وبينهم محمد بقى سلطان لمحمد صراح سلطان وتقول لي دا هو حور سياسي دا مش حور سياسي دا كده مش حور سياسي وقد انتعال مبارح ودلوقتي وبقرى الكلام يقولك الإفراج عن كل سجناء الرأي والسياسيين وأنا والله بأسأل والله صادقة بأسأل هو في حد الرأي مثلا أنا طلعت الوقتي قلت أنا أنا ضد فلان الفلاني أي حد في الدول إن شاء الله حتى الرئيس أنا ضد فلان الفلاني فيما اتخذ ومنقررت كذا وكذا 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 ليه لأنه كذا وكذا وكذا صح كذا وأقطع غلط واش راح الموضوع أنا هل هل تتخيل إن ممكن حد يجي يقبوض علي أنا بسأل والله بسأل أي حد مش أنا هات أي حد تاني أي واحد أنا يابراهيم في عندنا كام واحد بيكتب على وسائل التواصل الاجتماعي الصحفيين بيكتبوا نقد لازع للدولة والرئيس كتير جيد صح ولا أنا مش متجاوز صحيح منهم مش عايز ولا اسمي أحد أقرب منهم لا لا أجهز الدولة ولا لا خال ليه لأنه التزم النقد اللازع لكنه لم يتطاول لكن وأنا بكلمكم وبكلم ناس يعني أنا لا أقبل ولا أستسيغي الناس كلمت على مثلا بنتي في التلفزيون اسمي يا براهيم معرفش صفاء إيه ولا هلا إيه المهم بصارة الناظر بصارة الناظر يقول لك يا عم أنت بتدور بتدور كرسي دوار أنت بتطلع دول وتدخل دول ووقف عندك لا غلطوا في الرئيس ده تطاولوا على رئيس الدولة التطاول على رئيس الدولة في القانون والدستور معجرم ومحرم أنت عايز إيه هو حريت الرأي أن واحدة تطلع تقول الرئيس فيه وفيه 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 كلمات يندى لها جميل أي حد محترم وتقول لي دي قاعدة قاعدة لم لسانها القاعدة لم لسانها يا سيدي يعني هو إيه بمناسبة أن هي معاقة أو قاعدة طيب ما يعني إيه العلاقة إيه العلاقة يا جماعة يقول لك أصلا الدولة إزاي تجيب وحدة قاعدة وتحطها في السجن السيدي قاعدة تشتب قاعدة إيه أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أنا كنت باستمع للفيديوهات اللي بتبسيها سيدي دي وغيرها وغيرها ثلاثة أربعة في التليفزيون والله العظيم مش مصدق يا جماعة انقض براحتك قولي قول الناس دي كل اللي بيعملوه فاشل قول الدولة دي فاشل قول اللي انت عايزه قول ما حدش يقرب منك وسبوهم وصلت المرحلة إلى التطاول على شخص وأسرة رئيس الدولة وصلت المرحلة للتطاول على أركان الدولة وصل التطاول للتطاول على الجيش والشرطة في الدولة وصل التطاول على كل رموز الدولة وتخوين كل هؤلاء ده ده مش حرية رأيي أنا آسف وده لو حرية رأيي ملعونا حرية الرأي وانا أعتقد وان كنت انا مش قانوني زميلي راجعوني انه فيه قوانين بتمنع هذا وانه السب والقصف لو واحد شتم أنا آسف يعني مش عايزة أقول بس عيب لو حد شتم أي حد في الشارع رفع علي قضية سب والقصف بجرامه يغرامه وسجنه انت جاي بتشتم وبتتطاول أو انت بتتطاول على رأس النظام رأس الدولة الرجل يا جماعة الرئيس هذا الرجل عف اللسان هذا الرجل لم نسمع منه كلمة واحدة نابية منذ ظهر في الحياة السياسية المصرية وانا مش بدفع عن الرئيس على الإطلاق فالرئيس لا يحتاج من يدافع عنه انا ادافع عن ما اعتقد انه صاب وانه حق ما ينفعش واحد يشتم رأس الدولة وانا بقول للناس اللي لسنتها قد كده يقول لك يا عم ده فلان الفلاني خدوها يا عم طب هي قالت الأدب انا بتكلم عمومة في العموم طب ما هي تطاولت شتمت انتعارف لو حد قال انه فلان لو حد قال على فاشل كذا وكذا ماشي على رأس بنشتم كل يوم مفيش مشكلة لكن واحد يتطاول تطاول واتهمت بالخيانة يا جماعة ما ينتحش ده مش نقد ولا في أوروبا بيتقابل اسمعوا الكلام ولا في أوروبا بيتقابل فيه كم قضية إبراهيم على في تركيا إبراهيم لإهانة أردغان كم يعني شوف لي يا عكا شوف لي كان يا جماعة احنا احنا فهمين الدنيا غلط وبعدين مثلا واحد بيقول لي مش عايزة يقول لي اسماء والله عشي مش عايزة كهرب الجوي يعني بيقول لي فلان ده المفروض احنا حطينه في لجنة العفو عايزين يطلع تعمد حرق بتاعنا حرق المجمع العلمي وحرق يعني تب ازاي يا جماعة قال لك ازاي طب هو هو احنا بن يعني بنخب على بعض ده دولة يا جماعة ده دولة عندي حاجات ثوابت من ارتكب عنفا من ارتكب عنفا ده بياخد جزاؤه هو احنا بنطبطب على بعض لا مجملات على حساب الوطن لا مجملات على حساب الامة انا مش بكتف انا مش بزايد على حد بس بقول فيه اصول موجودة جماعة فيه اصول موجودة اه واحد فيوم زهرة بدون ترخيص واحد مش عارف ايه واحد كتب كلمتين على الفيسبوك كذا كذا وابدنا من العل الصغرين لسه كانش ناضي كل الحاجات دي مفيش مشكلة لا شي يفرج عن هؤلاء انا لما لقيت الرئيس من يومين قال ان الولاد اللي بفرج عنهم مرجعوا مدارسهم والناس اللي يتفصلوا من شغلهم مرجعوا شغلهم ما هو احنا عايزين نعيد اللحمة مش عايزين نقرب بيه اتحد لكن انت كمان كل واحد وشوف الفيديوهات يا جماعة لما تلاقي فيديوهات بتطلع واحد بيقعد تكلم يعني انا برضو انا بصف النظر عن ان الرئيس شخص مواطن يعني واسرته واسرة الرئيس انا بتكلم بشكل واضح جدا اهو اهو يعني هل حد من اللي بيسمعني يقبل انه انه رب الاسرة والاسرة يطعن فيها ويعني حد يقبل هذا لا طبعا ما بالك بقى انه رب الاسر المصري انا بتكلم بشكل واضح جدا انا مقبلش انا شخصيا لا اقبل ان حد يتطول على امي او ابو يا الله يرحم لا اقبل لا اقبل وايضا كمواطن لا اقبل ان حد يتطول على رب الاسر المصري اللي هو رئيس مصر انا لا اقبل لا اقبل هذا لا من برا ولا من جوه على الاطلاق بالتالي بقول ان القانون المفروض بيحقق لهذه الرغبة من خلال اللي بيغلط بيتحاسب لما ايجي بقى الدولة تقوم باجراءاتها القانونية والقانون بياخد مجراءة والشرطة تروح تقبض على الراج ونتقدمه للنياب والنياب يقدمه المحكام والمحكامة يتحكم عليه ويخش السجن في الاخر يقول لك يا ده رأي سياسي لا مش رأي سياسي لا مش رأي سياسي لا مش حريط رأي ده مش حريط رأي يا جماعة ده مش حريط رأي انا بقول يبقى ملعون حريط رأي لو بالشكل ده الناس تتطول على بعض يخونوا بعض يشتموا بعض يا أخي انت دورك مواطن وأنا مسؤول انتقدني قل لي انت مش عارف انت مش ناجع انت فاشل أنا بحق قل لي انت عايزه يا أخي خلاص لكن تشتمني لا وبعدين تجي لقرقوة السياسية بقى كل واحد نساني نقول لأ أخي يقول لك نطلعه لا يا سيد يعني أنا أنا كشخص لسته ضد الحريات الحريات المنضبطة يا أخي حرية منضبطة كل ما كان في العالم في حرية منضبطة فيش حاجة يسمعها كده على الأطلاق واحد مثلا يا إبراهيم مثلا وأنا بتكلم بقى الأخ علاء عبد الفتاح اللي خد الجنسية البريطانية والله العظيم وبقول لحضراتكم كل البسطات بتاعت علاء عبد الفتاح أو الفيديوهات اللي ظهر فيها علاء عبد الفتاح لا يمكن وأتحدى حد يسمعها قدام بيده أهو وأنا غلطان يا إبراهيم أنا مروش غلطان في رواية كتابها علاء الأسواني اسمها كأن جمهورية كأن أقسم بذات الله أتحدى رجل محترم يسيب الكتاب قدام بنته تقرأ كلمتين وسطرين أقسم بالله بالله الفضل اللي عامل فيها مش عارف وحيدة عصر وفريد ظهره عامل رواية اسمها مميني قسما بالله أتحدى واحد عنده زرة احترام يحط الرواية في البيت عنده وتقول لي بقى سب دين وكلام جنسي وكلام عهر وكلام ضعارة وكلام مش عارف إيه وكلام لا يمكن أن تتخيله يعني وتقول لي حريت رأي يا أخي طبع أنت عايز تقول رأيك وعايز تبقى سياسي اتعلم كيف تتكلم اتعلم كيف تتكلم هو فيه أسر كده ربنا كده كتب عليها أنه كله يبقى كله ضعضه يعني يعني مش عارف أتكلم وبعدين احنا هل الكلام بتاعي ضد الحوار السياسي لا على الإطلاق أنا مع الحوار السياسي الحوار السياسي اللي العالم كله بيعمله المحترم الراقي المتخضر أعمل الحوار السياسي وأسأل الناس أسأل سيد عبد العالم بتاع حزب التجمع وفريد زهرام بتاع حزب الاجتماعي وعفة السادات ومحمد السادات وأسأل الجماعة بتوع مستقبل الوطن وجماعة بتوع التنسيقية وأسأل الناس دي يلا حمات وطن وغير وغير كله حتى دول وأسأل أكمل أرطام ومين محمد واسمه أحمد إيه أبراهيم وأحمد تنطاوم وأحمد باقي شعبان يا جماعة هل عندكم وجهة نظر مغيرة لما تقوم به الحكومة في مجال التعليم كل واحد يقول هل عندكم وجهة نظر مغيرة لما تقوم به الحكومة في مشروع حياة كلمة هل عندكم أراء أخرى طب نقدر نعمل حاجة تاني طب عندكم وجهة نظر في مسألة أداء القطاع المصرفي عندكم خبر مصرفيين يقولون نعمل إيه جل يا جماعة حزب الاجتماعي الديمقراطي ده اللي هو بتاع فريد زهران كان أحد أحد أعضاءه كان رئيسي حكومة مصر حزب الببلاو كان عضو في الحزب أروح حزب الوافد أجيب عبد السند يمانا أقول له عندك يا عم كذا أجيب الناس الكتل الموجودة والشخصات الموجودة كل الناس دي محتاجة أنا لأنفي الوطنية ولا الفاهم عن كل الناس دي الزاهد وتنطوي وقرطام والخيام ورفعت وبقى شعبان كل الناس دي وناس اللي موجودين واللي برة واللي هنا وحمدين وكل ماشي يا سيد قولوا أفكار جديدة في مشاكل قولوا أفكار جديدة في تحدياتنا قولوا أفكار جديدة عشان نقدم نعيد تربية ولادنا ثقافيا وعلميا وإعلاميا وتنظيميا ونطلع لقدان الحوار السياسي اللي أفهمه إن احنا نتكلم في كل حاجة بس نسمع بعض ونحترم بعض ومنخونش بعض ومندفعش عن الباطل هو ده الحوار السياسي الذي أنشده وأتمناه لبلدي مجردا مخلصا بعيدا عن المزايدات لا عن الله المزايدات وبعدين كل واحد ما هنخش بعدك يقول لك عايزين عدد المعارضين زي عدد السلطة يا الله يا الله أنا عيشه لاحظه اعمال العقل فيها شيء من الجنون إزاي يا سيد أمرت إيه طب إنت بأمرت إيه يعني إيه الأمارة اللي انت سيبتها عشان نعمل هزا الكلام طب مين اللي هيشارك عندنا ميت حزب إبقى ميت رئيس حزب يا مين قال لا الميت حزب دول فيهم 12-13 حزب بس عندهم أعضاء في البرلمان ممثلين في البرلمان شيخ ونواب يعني ما تيجي يا جماعة كده يعني نتعلم التجرد ونتعلم الزهد وأنا بقول تاني أنا في هذا المنبر المنبر الإعلامي المتواضع البسيط كل المعارضين المجردين هذه دعوة إلى كل المعارضين من كل الأطياف السياسية كل من يريد أن يدلي بدلوه أنا هنا هذه الطاقة الإعلامية مفتوحة شريطة اهو الانتزام بالنقد البناء دون إسفاف ودون تطاول احنا في بلد واحدة وطالما أنت موجود جوة مصر على راسي من فوق وطالما أنت تتكلم بأدب على راسي من فوق انتقد ما شئت كل ما شئت لكن شرط أن تكون لديك أفكار جديدة ولديك معلومات موثقة تكلم بيها تكلم يلا احنا محتاجين نكون فعلا مجردين التجرد التجرد وعدم المزايدات ده أساسي خليني بس قبل ما أطلع فاصل نارضا وزير خارجية سيد سامح شكري وصل إلى المغرب الشقيق المملكة المغربية والتقى مع ناصر بوريطا اللي هو وزير خارجية المملكة المغربية الشقيقة وضار حوار بين ناصر بوريطا وبين سيد سامح شكري عن العلاقات التجارية والاقتصادية والمغرب طبعا بسم الله ما شاء الله يعني انطلقت خلال الفترة الماضية حققت مجموعة من الأرقام والتعاملات الهيكلية الإيجابية في الاقتصاد يعني إن شاء الله يكون في تعاون بيننا وبين هذه الدولة الشقيقة تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم اللي أودى بحياة أولادنا في سيناء وده أعتقد إنه تطور وفقا للمشتجدات المرتقبة إنه داعش بعد كورونا وبعد فترة الكومون والبيات برى اتحرك وشفنا في إسرائيل عامل عملية شفنا فيه الصومال عامل عملية شفنا العملية الأخيرة فيه سيناء وده بيقول إنه زي ما تقول فورم بوليسي لرهاب في طريق العودة ده مجلد الفورم بوليسي الأمريكي قالت الإرهاب في طريق العودة وإفريقيا هي النقطة الساخنة تقرير مهم جدا بيقول إنه داعش بعد فترة البيات الشتوي والسكون والكومون بدأت تتحرك من جديد والبداية ستكون في إفريقيا خاصة منطقة الساحل والصحراء وهناك تمويل إضافي لهذه الجماعات وقالوا إنه خلال 2021 فيه 7142 شهيد و5226 عملية إرهابية وإنه القعدة بدأت تتحرك في القرى الأفريقية وداعش بدأت تتحرك في القرى الأفريقية وده بيقول إنه زي ما قلنا إنه المعركة مستمرة ولم ولن تتوقف معركتنا مع الأذهاب خلال هذه المرحلة خلينا أطلح فاصل ونواصل أهلا بحضراتكم من جديد بعيدا عن زوبعة الحوار السياسي ورود أفعال وأنا بأتحدث كمواطن يعني مهموم بشؤون بلدي وأتمنى الخير لجميع معارض مؤيد في الآخر كلنا أبناء هذا الوطن لنا علينا حقوق علينا واجبات ولنا حقوق جميعا لا ننزع يعني الوطني عن أحد لكن كل بيحمل أراء وأفكار وإحنا في النهاية الهدف الأساسي واحد كل واحد بيحب الولد بطريقته بس من غير مجايدات ومن غير ما يكون فيه غياب لفضيلة التجرد خلينا نروح للحاجات المهمة النهاردة والكلام اللي قاله الدكتور محمد معيه توزير المالية قال كلام مهم للغاية خلي بس أختصر أنه الأرقام كتير والناس بتمل من الأرقام تجمالي مصرفات الدولة المصرية الدولة دي هتصرف مصرفات متوقعة اتنين وعشرين تلاتة وعشرين في السنة المالية اللي جاية دي اتنين تريليون واحد وسبعين مليار دولار اتنين تريليون يعني الفين مليار التريليون الف مليار احنا مصرفاتنا نفقاتنا مصروف بيتنا مصروف بلدنا اتنين دي ملامح الموازن اتنين تريليون جنيه يعني الفين مليار جنيه دي المصرفات المتوقعة مصرفات ايه بقى يعني المصرفات دي راحة فين مثلا هقولكو شهاد حاجات سريعة سريعة جدا ربعمائة مليار اجور حوالي حوالي ربع الموازن راح فين اجور يعني احنا عندنا ربعمائة مليار من الفين مليار كل مصرفاتنا الاجور منهم ربعمائة مليار اجور ايه يا جماعة مش اجور مصريين اجور الناس اللي شغلين في الدولة وكده بس يعني الصحة التعليم المحليات يعني الموظفين او المخاطبين بالقانون الخدمة المدنية صح يا براهيم كده لغلط ربعمائة مليار اهو ناش ما هو فيه كلام زي الفل اللي انت عاملينه طيب ما قالوا لي المصرفات اتنين تريليون يعني الفين واحد وسبعين مليار اهو خليني بس اروح لي المصرفات ربعمائة مليار اجور تسعين مليار تموين 191 مليار معاشات 22 مليار تكافل وكرامة 18 ونص مليار ادوية 10 و 9 من 10 علاج غير قادرين الصحة بس بند الصحة في الموازنة الجديدة 310 مليار جنيه بند الصحة في الموازنة الجديدة 310 مليار جنيه بند التعليم 476 و 310 مليار جنيه والبحث العلم 79 و 310 مليار جنيه واجمال الاستجمارات في الموازنة الجديدة 376 نشوف زمائلة عاملين ايه المصرفات 2 مليار 71 2 تريليون 71 مليار الارادات الارادات ده المصرفات الدخل بتاعي قد ايه تريليون و 517 يعني كده من غير ما تفكر وتعمل حسابات وتمسك الا الحزبة بتاعتك عندك عجز 500 مليار جنيه عندك عجز نص تريليون جنيه مبدأ اينا اهو اهو الدرائب بتاعتي تريليون واحد من عشر ده الدخل بتاعي تخيلوا انت الارادات تريليون و 517 منهم تريليون واحد من عشر دلايب 90% يمكن الاجور 400 زي ما قلت دعم السلع التموينية 90 دعم الموارد البترولية الموارد البترولية الطاقة والبنزين وبتاعه 28 مليار دعم الكهرباء صفر ما فيش دعم كهرباء الحمد لله الضمان الاجتماع وتكافل وكهرباء 22 مليار فوارد ديون 690 مليار جنيه معدل النمو 5 و 5 من 10% من نتج المعال الاجمالي متواصل سعر بين البترول في الموازنة 80 يكون هناك 65 أو 66 مستهدف عجز الموازنة 6 و 1 من 10% دي أبرز أرقام الموازنة العامة خلال العام اللي جاي 22 23 طبعاً البترول دلوقت بـ 104 ولا بـ 100 الموازنة دي حطى البترول على 80 لأنه اللي بيحصل في 104 و 190 كل الكلام ده كلام أثناء الأزمة وبنتتوقع الموازنة المتفائلة هي والله مش متفائلة يا إبراهيم هي متحفزة الحقيقة يعني أنا شايفه كلام ده متحفز وأعتقد أنه إن شاء الله يتحقق يعني أنا النهاردة أعلن النهاردة بعد قراءتي لبنود الموازنة أنني مطمئن ومتفائل أو خليني بلاش مطمئن خليني متفائل وتفاؤلي تفاؤل حذر بمعطيات جديدة قد تستجد في الوضع الدولي الكلام اللي بيقوله الدكتور محمد معيت النهاردة عندي 2 تريليون مصرفات عندي تريليون ونص إرادات لازم يا جماعة نوصل لازم أقلل الفجوة دي وهو الراجل بيقول إن احنا خلال المرحلة اللي جاي هنقلل هذا الكلام والدين العام بتاعنا عايزين نوصله 75% من نتج المحل الإجمالي كل ده كلام حلو قاله الدكتور محمد معيت لكن الكلام بقى الرقم المهم جدا اللي عايزكم حضرتكم تعرفوه الدكتور هلا السعيد النهاردة قالت إنه الناتج المحل الإجمالي لمصر ب الناتج المحل الإجمالي كل ما ينتجه المجتمع المصري الدولة المصرية كله على أساس الأسعار الجارية 9 تريليون فاصل 26 9 تريليون فاصل 26 كان 7 فاصل 96 يعني الناتج المحل الإجمالي بتاعي عدى الربعمائة مليار دولار يعني وصلني رقم اتنين في فريقيا بعد نيجيريا اللي عندها حوالي 508 مليار دولار وبالأسعار الثابتة احنا احنا وصلنا المرحلة الحمد لله اه انتجنا المحل الإجمالي والناس اللي بكلم على المشروعات اللي تتوقف هي دي اللي سطرتنا المشروعات والانفاق الحكومي هو اللي سطرنا خلال المرحلة الماضية خليني بس اقول لحضراتكم انه مصر رفعت بزينة دعم الوقود 22 مليار عشان الاسعار من 60 دولار لـ بن ميل دي 85 دولار 80 دولار النهارده فيه انفو جراف معايا الاقتصاد المصري هيصبح ثاني اكبر اقتصاد في القارة الافريقية ده مهم جدا يا جماعة دي توقعات مش توقعات دكتور معاية توقعات سندوق النادي الدولي في 22 بيقولوا انه اهو دي الاخضر اللي هو 22 والاصفر ده 21 تعالوا شوفوا بقى نيجيريا و 510 مليار دولار اكبر دولة في افريقيا منتجة للبترول وكانت 441 سنة اللي فات مصر السنة دي السنة اللي جاي يعني 435 مليار دولار كانت 402 مليار دولار ده رقم 2 في افريقيا جنوب افريقيا حلت في المرتبة الثالثة ب 426 ان 435 وبعدين الجزائر 193 بعد ما كانت 164 وبعدين المغرب الشقيق 133 بعد ما كان 131 يبقى قادي ترتيب الدول الافريقية رقم واحد افريقي اقتصاديا هي نيجيريا و دي نتيجة ما حباها الله و هي عدد سكان اكبر و عندها بترول و غاز و غيره 510 مليار دولار احنا 435 مليار دولار اعتقد اعتقد انه طموحات الدولة و المعنيين بالاقتصاد انه نقدر اوصل باذن الله و هوبقى رقم واحد افريقيا اهل الدول الغنية في القرية افريقية احنا مصنفين من الدول الكبيرة اقتصادية مصنفين بالارقام اهو عندك مصر و عندك الجزائر و المغرب و الناجيريا و جنوب افريقيا اهو اهم دول اقتصادية في القرية الافريقية 400 400 و 400 800 800 و 500 يبقى تريليون و نص تريليون حوالي تريليون دخلنا فيه 3 اربع دول حوالي 2 تريليون دولار واعتقد فاكرين لما الرئيس قال انا عايز تريليون دولار احنا وصلنا ماشيين في الطريق 435 نص تريليون ده احنا الرئيس كان بيكلم عن الميزانية مش بيكلم عن نتج المحلي الاجمالي لكن يعني ما لا يدرك كله لا يدرك لكن صندوق النقل الدولي رفع توقعات النمو الاقتصاد المصري في 22 و قال انه الوضع في مصر يعني لا يقلق و الكفاءة كفاءة جدارة الاقتصاد و الجدارة الاقتمانية نقدر نخلي مصر 5 و 6 من 10 في المية و قال التوقعات توقعات ايجابية ده بالنسبة ليه الملف الاقتصادي خليني بس اقول لحضراتكم انه في شائعة قالها مجموعة من المرتزقة عبدالله الاخوان انه مساجد الى البيت في القاهرة سيدنا الحسين سيدنا فيسة سيدة زينب و مساجد الاولياء دول في جهة جهة هدرهم وهذه الجهة لها توجهات كده او كده او غيره اي كلام في اي شائعات في اي انا اسف يعني من قصين هابل فبسرعة وزارة الاوقاف اهيه قالت وزارة الاوقاف غير صحيح ونؤكد انه لم يتم اصدار اي قرارات بهذا الشأن ونشدد على ان ادارة جميع الشؤون الدعوية وكذلك التنظيمية لمسجد سيدنا الحسين وغيره من المساجد تكون من اختصاص وزارة الاوقاف بشكل كامل ونشير الى ان اي بروتوكولات تعاون توقعها الوزارة مع اي جهات خاصة تكون بغرض الاستعانة بهم كشركاء في تنفيذ اعمال تطوير المساجد كاعمال النظافة والصيانة امن المساجد فقط دون اسناد ادارتها لأي من تلك الجهات ونهيب المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الاخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تحريا للصدق اعتقد انه للدقة اعتقد انه ما تعرضت له وزارة الاوقاف وما تعرض له وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة خلال الفتر الماضية بيعكس بجلاء ان هناك استهدافا للدولة المصرية وان هناك كتائب وزباب الكتروني اخواني يعمل ليلة نهار للنيل من اي قافلة تسير بقول تاني انه ما جرى خلال الفترة الماضية من محاولات استغلال مشاعر الناس وحب الناس للدين والألى البيت والعبادات وغيره محاولة ربط امور ومحاولة استنتاج امور اعتقد انه الحمد لله كانت الدولة وزارة الاوقاف عند مستوى المسئولية الدينية والعقائدية والسياسية ايضا وكانت يعني في طليعة الناس الذين او الجهات التي تحاول ان تجعل وتتيح الفرصة والنظام للمصريين لاداء عبادتهم بمنتهى الحرية ومع الحفاظ على امنهم والحفاظ على سلامتهم انا اتصور ان فتح المساجد والدروس وهذه الامور اللي اعلنها وزير الاوقاف يوم الجمعة من مسجد السيد نفيسة كان بمثابت يعني رد بليغ في توقيته وله دلالة من المكان لكل هؤلاء المتربصين بالدولة المصرية واحنا برضو بنتكلم الاستاذ الدكتور دولة دولة الجماعة الجماعة الاخوان الموجودين في لندن وبين عليهم يعني غضب ربنا عليهم والله اقسم بالله يبدو غضب ربنا عليهم جميعا يعني ربنا يعني ينتقم منهم جميعا قاعدين زي الثكالة واليتامة والمطرودين منبودين في كل مكان وقفين مسكين الوراء اللي كاتبين عليه اي كلام بهجم وفضيلة المفتي الاستاذ الدكتور محمد شوقي علام هذا الرجل الخلوق المهذب الواعي الوعز موجود في لندن بيدي محاضرة وبتكلم وبتناقش مع مجلس العمور البريطاني يقفى هؤلاء هؤلاء الانعام هؤلاء الانعام بهذا الشكل ليحاولوا انه هم ينالوا من فضيلة المفتي يعني تخيل تخيل حضرتك انه انه لو حد سياسي وراح هجمه ويقول سياسة ولعب سياسي تخيل المفتي مصر بيروح هناك بيعمله معاه هذا الكلام اعتقد انه وصلت الصورة والحقيقة للناس كلها ما ما هي عقائد الاخوان الفاسدة وما هي معتقراتهم الدنيئة وكيف لهم انه هم استطاعوا ان يشوهوا الدين وانا بسأل ايو حد ايو حد في كل التارات الاسلامية بسأله سؤال بسيط جدا ويبدو منطقي جدا اسأل نفسك وجاوب على نفسك كل اتباع الجماعات الاسلامية والتيارات الاسلامية في كل مكان في العالم سؤال بسيط اجب عليه بنفسك لنفسك ماذا استفاد الاسلام بوجود هذه التنظيمات السؤال السؤال التالي ماذا خسر الاسلام بوجود هذه التنظيمات ثلاثة هل هناك حقا دعوة او امر دعوي بيحمله هؤلاء المنتمين لهذه التنظيمات اسأل نفسكم وجاوبهم اسألوا نفسكم وجاوبهم عصام تليمة موجود في تركيا وبدأوا يقعوا في بعض بقالهم فترة لكن هو جاب من الآخر قال كل التنظيمات الموجودة والاخوان الموجودين والناس اللي خادت جنسية والناس اللي غيره كلهم قاعدين في تركيا بشكل غير قانوني سواء خادت جنسية او مخادش جنسية اسمعوا معروف اني الاوضاع اللي اتعامل بيها الكائنات السياسية اتبعون المعارضة المصرية او المعارضات الاخرى لازم دكون واضحين في قصة مهمة جدا اني كلها كانت اوضاع استثنائية يعني يعني منتش واحد شغال بالقانون وإلا النهاردة انت لو قال لك والله ما اكمل اماكن والله اقفل او نزل السقف او عل السقف هتطول والله لا انا بينك المثاق الاعلامي فكما ما ادرش يحصل فيه مثلا لو قناة في بريطانيا قناة في امريكا ما بنفيش اني بس في الاساس انت مش هتفتح الا بناء على قوانينه فلازم نعرف الحكاة ان يا جماعة معظم الكينات السياسية والاعلامية في تركيا وغيرها هي وضع استثنائي حتى اقامتنا اقامات استثنائية كانت اقامات انسانية ثم اقامات دائمة كل ده استثنائي حتى 99% من اللي تجنسوا حصل على الجنسية التركية اسمها جنسية استثنائية فهو الوضع كله على بعض يا جماعة لازم تكون في اطار هذا الوضع هو اطار استثنائي واطار استثنائي يظل في انها محكوم باللي بيحكم نفسه موجود يعني انت النهار ديكرة الصبح لو مشي الاكبار من الحكم خلاص معدلة معك حتى لو انت يعني لسه كانتك مشغلة زي الفل ثم وضع الناس اللي هي بتدعم مثل هذه الكينات نفس الحالة والناس عدت بها ظروف كتير جدا في كورونا اقتصاديا وغيره ثم سياسيا شفنا تغيرات جذرية في العالم العرب والاسلامي وفي حلفاء الثورة وحلفاء الاسلاميين وحلفاء الاخوان وغيرهم لم تستقر الدنيا على حال وحد النهاردة احتفلت روسيا بالذكرى سبعة وسبعين لانتصارها في الحرب العالمية التانية وازلال المانيا وتوقيع معهد الصلح في برلين بوتين القى خطاب هذا الخطاب كان خطابا تحفزيا ودعائيا لما يجري الان في اوكرانيا وقال ان احنا بنحارب من اجل اقليم الدنباس والاراضي الروسية وبندفع عن وطن روسيا وكان الخطاب خطاب يعني كان فيه ناس بتنتظر انه يعلن فيه شيء ما لكنه كان خطاب عادي لكنه تحفيزي لما تقوم به روسيا الان في اوكرانيا شركة غاز دروم الروسية فجأتنا وقالت انه الطلبات الاوروبية للغاز الروسي النهاردة زالت عن امبارح امبارح كانت 92 1 من 10 مليون متر مكعب النهاردة بقى 98 و9 من 10 والسؤال اين المقاطعة الغربية للغاز الروسي هم بيقولوا احنا عملنا مقاطعة لكن بيطلبوا غاز زيادة من روسيا ودينا قدام حضراتكم غاز بروم بتقول الاوروبيين بيطلبوا غاز زيادة لكن النهاردة في بولندا في وارسو السفير الروسي كان بيحتفل وبيضع اكليل من الظهور على قبر الجند المجهول في وارسو في بولندا طلوا عليه الجماعة البولنديين وقذفوه بطلق احمر نوع من الاهانة ليه كنوع من التعبير عن معارضتهم للحرب الروسية الاوكرانية السفير طبعا كان في حالة ضيق شديد واستياء شديد واعتقد انه سلوك اوروبا اهو قدام حضراتكم اهو السفير الروسي يتم اهنته بهذا الشكل بشكل اعتقد يعني خلينا اقول انه مش عايز الكلام عشان ما هاتش يزعل بس دي دي الحضارة يعني انا مش مع حد وضد حد بس اعتقد الراجل شايف عمله في الراجل ايه ده السفير الروسي في بولندا امام المتظاهرين والمحتشدين المعترضين على الحرب الروسية الاوكرانية خلينا نروح مع حضراتكم الى اثار الحرب الروسية الاوكرانية وعندنا وزيرة الخارجية الالمانية رشقوها بالبيض الفاسد اثناء حدثها في تجامل انتخابي نظرا لسوق الاحوال الاقتصادية في المانيا قدام حضراتكم اهو هي بتتكلم في قدام الجماهير وبدأوا الناس يرشقوها بالبيض الفاسد تعبيرا عن يعني انزعاكم من الاوضاع الاقتصادية السيئة وخلت يعني احد مدراء البنوك الكبار في المانيا يقول انه لا ينبغي لنا ايضا ان نخدع انفسنا فمن المرجح ان تزداد حالات الافلاس والمانيا معرضة لالافلاس ايضا من جراء التداعيات الاسمدة المتوقف تصناعها في اوكرانيا وروسيا والغاز اللي بيستخدموا في صناعة الاسمدة خلى فرنسا تقول للمزارعين والفلاحين بلاش اسمدة استخدموا السماد العضوي السماد العضوي الناس اللي هو الراوس الماشية راح اجوم الفلاحين جابوا راوس الماشية زي ما انتم شايفين بهذا الشكل وقدام المؤسسات الموجودة في فرنسا وقالوا زي ما انتم عايزيننا نشتغل به هذه المخلفات شموها معانا وشوفوها معانا عيشوا معانا اللي انتم عايزين ده نتيجة مفيش اسمدة كيموية فقال لك استخدموا الاسمدة العضوية السماد العضوي فالفلاحين الفرنسيين مش عجبوا ما هذا الكلام عملوا ايه جابوا السماد العضوي وحطوه قدام المؤسسات في فرنسا بهذا الشكل لكن النهاردة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون استكى تعبيرا جديدا بيشغل بال كل الاوروبيين النهاردة هو مجتمع اوروبي جديد من هو المجتمع الاوروبي الجديد النهاردة طبعا هو نجع في الانتخابات تم تنصيبه الخمس سنين جايين لسه هو رئيس الاتحاد الاوروبي في استرسبورج وقال انه ازلال روسيا لن يحقق السلام عايزين مجتمع اوروبا جديد بفكر اوروبا جديد لكن ازلال روسيا لن يحقق السلام لاحد اخر خبر معايا النهاردة قبل مختم النهاردة لقاء اخيلة صالح وخالد المشري في القاهرة لحالة المسائل او المسألة الليبية خالد المشري اول مرة ييجي مصر من 2012 ده خالد المشري ده اخوان ده زعيم اخوان ليبيا لكن الدولة المصرية لا تدخل في شون احد هو عايزين الخير لليبيا فلازم يقعد خالد المشري رئيس مجلس الدولة مع رئيس مجلس النواب في القاهرة عشان يحطوا قاعدة دستورية عشان الانتخابات وجوا النهاردة الاتنين قبلوا السفير الامريكي في ليبيا في القاهرة والاجهزة المعنية في مصر خاصة جهاز المخابرات العامة بيدير هذا الموضوع لمصلحة الشعب الليبي واحنا بنفتح المجال زي ما قال خالد المشري قال انا لطقية السفير الامريكي في القاهرة انا تمنى عودة النفط الليبي زي ما طلب السفير الامريكي عودة النفط الليبي لمصلحة الليبيين واسعار البترول العالمية انتهى وقتي دمدو في امان الله اشتركوا في القناة